السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ما معنى هذه الايات البينات وقد ابتدأت من قول الله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا اراد ربنا عز وجل من بني اسرائيل ان يستغفروه ويتوب اليه وهو ما يسمى اليوم عند اليهود بيوم الغفران يسمى يوم كيبور يوم كيبور يوم عظيم ويوم مشهود سيجتمع بني اسرائيل وسوف يصومون لله تعالى على مدار اليوم والليلة وسوف يعتكفون على العبادة والطاعة والصيام والاستغفار فاراد ربنا عز وجل ان يختار منهم الصالحين اصلح الصالحين لكي يذهبوا ويخرجوا ما يسمى في سفر الخروج يخرجوا من تلك الارض الى طور سيناء في اتجاه فلسطين يذهبون الى هناك ويستغفرون المولى عز وجل في البدء سيدنا موسى قال ساختار الصالحين فعارض سبعون الف سبعون الف عرضوا انفسهم بانهم من الصالحين انهم لم يعبدوا العجل لان من عبد العجل سيعلمه موسى عليه السلام لما يحرق العجل ويرمي برماده الى النهر وكل من شرب من الماء علق في فمه رماد فعلم انه من عباد العجل فيه الوتنية ما عنده عقيدة التوحيد الصادق الخالصة لكن الذين شربوا من الماء ولم يعنق بهم رماد علم بانهم صادقون في البدء كان حوالي سبعين الف من الصالحين من بني اسرائيل ثم ارد موسى عليه السلام ان يختار اصلح الصالحين فاصطفى من سبعين الف سبعة الف ثم ارد ان يصطفي منهم اصلح الصلحاء فاختار من سبعة الف سبع مئة ثم ارد ان يختار من سبع مئة اصلح الصلحاء فاختار منهم سبعين واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا سبعين من الرجال هم الاتقى من بني اسرائيل والصالحون المعروفون بالعبادة وبالطاعة وبالايمان الصادق اخترهم موسى عليه السلام لكي يذهب الى طور سيناء بالوادي المقدس طوى لهو منطقة مقدسة كما ذكرنا الاماكن المقدسة في الادين كلها مجموعة في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين التين والزيتون معناها بيت المقدس وطور سينين يعني جبل طور والصحراء سيناء بالوادي المقدس طوى وهذا البلد الامين يعني مكة المكرمة هذه البقاع المقدسة هي مهدو الانبياء ومهدو المرسلين اليهود طلب منهم ان ينزلوا الى طور سيناء لكي يقدموا الاستغفار للمولى عز وجل فلما دهبوا مع سيدنا موسى للاستغفار والبكاء سيدنا موسى كليم يتكلم مع الله فاذا بطائفة منهم يقولون يا موسى ما دمت انت تسمع كلام الله نحن نريد ايضا ان نسمع كلام الله فقال لا تستطيعون فقال لم ادعو الله لكي يمكننا من الاستماع ان نستمع لكلامهم مباشرة سيدنا موسى حينما يذهب لسمع كلام الله بالميقات ليس كأي وقت هناك ميقات محدد وزمان ومكان محدد المكان هو جبل طور والميقات يحدده المولى لميقاتنا كان سيدنا موسى اذا ذهب لكلام الله يأتيه عمود من النور فيه رياح فتطوف هذه الرياح بسيدنا موسى عليه السلام بشكل مرعب ومخيف ومدهل عظمة الله تعالى وحينما يكلم الله موسى عليه السلام يرى في جبينه نور ساطع تقشعر منه الافصار هكذا كان موسى عليه السلام ربنا يكلمه والنور يستع من جبينه وكل الانبياء عندهم هذه الحالات حسب كل حالة مثلا سيد محمد صلى الله عليه وسلم ربنا كان لما يلقي اليه الوحي عن طريق جبريل عليه السلام كان يتصفض عرقا ويغليك المرجل وفي اليوم البارد كله عرق الوحي قوي إنا سنلقي عليك قولا ثقيل سيدنا موسى كلما كلمه الله وسمع صوت الله كان يشعر شعور غريب فإذا بهؤلاء القوم قالوا يا موسى أنت سمعت كلام الله نحن أيضا نحن السبعين رجل من الصالحين نريد أيضا أن نسمع كلام الله أطلب ربك لكي يقدرنا لسمع كلامه فسيدنا موسى ذهب عند رب العالمين وقال يا رب معي سبعين رجل من الصلحاء من بني إسرائيل إنهم يريدون أن يسمعوا صوتك فآدن لهم الله تعالى بسمع صوته فجاءوا إلى طور الصيناء فبدأ الله تعالى يتكلم ويخاطب موسى ويأمره بما جاء في الألواح يقوله الحلال والحرام يقوله افعل لا تفعل مجموعة من الوصاية لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تسرق لا تظلم مجموعة من الوصاية فيها الحلال والحرام وهم يستمعون لكنهم لما فرعوا من السماع بعضهم قال لم نفهم كلام الله ضلوا بأن الكلام سيأتيهم من مخاطب ومخاطب إليه لكن الكلام جاءه من الأعلى والأسفل واليمين والشمال والأمام والخلف فقالوا هذا كلام غريب المفروض الكلام مخاطب ومخاطب إليه وآدات خطاب وحوار بين الطرفين لكن ما سمعناه الآن سمعنا أصوات تأتي من الفوق والأسفل واليمين والشمال والأمام والخلف فقال إنكم لم تستقبلوا كلام الله تعالى الطائفة الثانية قالوا يا موسى نحن نريد أكثر من سمع كلام الله نريد أن نرى الله جهرة إذا أردت أن نؤمن لك يا موسى وندعن لأمرك لابد أن نرى الله جهرة سيدنا موسى قال هذا الأمر لا يمكن أنا بنفسي طلبت من الله أن أراه فقلت يا ربي أرني أنظر إليك فقال لن تراني قلت لا يا ربي استعطفته قال يا موسى من رآني يحترق أنا كل نور فقال موسى يا ربي أراك وأحترق فربنا شفق بي وشفق بحالي فقال أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا فقال يا قوم إنكم لن تستطيعوا أن ترون نور الله انظروا للجبل لقد انفجر وتفتت صار تراب فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هنا ربنا عز وجل سيأمرهم بأن يدعوا بما شاء فبدوا يدعون أول ما قالوا قالوا اللهم ارزقنا خير ما رزقته للذين من قبلنا وارزقنا خيرا أحسن ممن يأتي من بعدنا وارزقنا رزقا وعطينا أفضل مما أعطيته للخلق قبلنا وارزقنا خيرا ورزقا أعظم ممن سيأتون من بعدنا قال فكره الله تعالى كلامهم هذا كره أنهم يطلبون شيئا خير من الصابقين وخير من اللاحقين ثم إذا بهم يقولون يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هنا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم فماذا قال واختار موسى قومه سبعين رجل مقاتنا فلما أخذتهم الرجفة ماذا نخذر من الرجفة أن الله عز وجل سوف يسلط عليهم رجفة والرجفة هي الأرض تهتز من تحتهم فإذا بهم يموتون جميعا سعقوا سعقوا جميعا فأبقي موسى وحيدا فقال موسى عليه السلام يا رب إذا مات هؤلاء سأرجع إلى بني إسرائيل ويقولون يا موسى قد قتلتهم قتلت خيارنا وقتلت الصالحين منا بدأ أصدع يا رب فبدأ يطلب من الله تعالى أن يبعتهم من جديد وصار موسى يبكي ويدعو ربه حتى بت فيهم الروح من جديد ماتوا فأحياهم فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين بدأ سيدنا موسى عليه السلام يستغفر ربه ويقول يا رحمن كل هذا الذي وقع إنما هو ابتلاءات تختبر إيمان عبادك وعبادك لم ينجح في الاختبار عبادك فشل مرة والأخرى اغفر لنا ولا تواخدنا بما فعل السفاء منا فربنا عز وجل سوف يبعث الروح في هؤلاء القوم جميعا وسوف يحيون يحيون من جديد بعتناكم من بعد موثكم فلما بعتهم الله تعالى العلماء قالوا بأن ليس المسيح عيسى بن مريم وحده الذي أحيي الموت ومن ثم النصارى يعتبروا أنه إله وطمق من ألوهية حتى سيدنا موسى عليه السلام أحيى الموت فلما أحياهم الله تعالى أحياهم بعد موتهم شهدوا هذا المشهد العظيم فصاروا هؤلاء السبعين من من إسرائيل أقوى في الإيمان وأقوى في اليقين فربنا عز وجل أقام لهم الحجة على البعث والنشور لنوقبض أرواحهم ثم أحياهم من جديد فصاروا كلهم ربانيين هؤلاء صاروا دغباء ربانيين بل في بعض الأحاديث أنهم صاروا أنبياء من أنبياء بني إسرائيل لأنهم سمعوا كلام الله وشهدوا كيف أن الله تعالى أماتهم ثم أحياهم من جديد اجتمعوا كلهم مع سيدنا موسى هؤلاء السبعين النفر من صالح بن إسرائيل وصاروا في البكاء وصاروا في الابتهال والاستغفار للمولى عز وجل ماذا قالوا يحكي القرآن الكريم ماذا قالوا قالوا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك إنا هدنا إليك ما معنى إنا هدنا إليك أي اهتدينا إليك ربنا اهتدينا خلاص لقد صار إيماننا صادق وقوي فهؤلاء صاروا ربانيين بل صاروا أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى كان هو الرسول وحوله مجموعة من الأنبياء انتشروا في الأرض لكي يبلغوا الدعوة ودكر العلماء أن كلمة يهود جاءت مشتقة من هذه الآية من هذه الكلمة في القرآن إنا هدنا إليك ما معنى إنا هدنا إليك يعني اهتدينا فصاروا يسمون يهود كما أن النصارى لماذا سموا النصارى وإذ قال الحواريون وإذ قال موسى وإذ قال إيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله بمعنى نصروا دين الله فسموا نصارى فالنصارى هم الذين نصروا دين الله وليهود منهم هم الذين قالوا إنا هدنا إليك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك هذا كلام السبعين نفر من صالح بن إسرائيل ماذا كان جواب الرحمن سبحانه وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون من بين الوصايا التي جاءت في الألواح عند سيدنا موسى سيدنا موسى عنده الألواح وعنده التوراة فهي مجموعة تعاليم كثيرة الآن ما يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود والنصرى هو التوراة زائد الإنجيل زائد تعاليم أخرى عند الربانيين من اليهود والنصرى كل كل يسمى الكتاب المقدس وهو كتاب ضخم في مجلد كبير جدا فمن بين التعاليم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم موسى عليه السلام بحضور السبعين من أنبياء بني إسرائيل أو الربانيين ما هي التعاليم؟ قال له عذابي أصيب به من أشاء الله حر يتصرف في ملكه كما يشاء عذابه يعدب به المتمردين والفاسقين والخارجين عن الدين ورحمتي وسعت كل شيء هذا كلام جاء مكتوب في القرآن ألا نقرأنا القرآن لكنه في الأصل كتب أيضا في الألواح عند موسى عليه السلام ورحمتي وسعت كل شيء بأن الله تعالى من صفاته الرحمة المطلقة وسعت كل شيء وهذا الخطاب كان سيدنا النبي محمد بن عبد الله المطالب الهاشمي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام كان يفهمه هو موجه لسيدنا النبي محمد وللصحابة من خلفه وللأمة الإسلامية جمعاء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله